أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف حرص الحكومة على تسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر على الوثيقة الرسمية بسهولة ويسر جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لفرعي مصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بمحافظة مأرب وفي الزيارة طلع وكيل وزارة الداخلية على سيل الأعمال والالتزام بالإجراءات المنظمة وصعوبات والاحتياجات لتطوير أداء المصلحتين وخلال زيارته لفرعي مصلحة الجوازات طاف بمختلف أقسام المصلحة واستمع من مدير عام فرعي المصلحة العقيد صالح اليمني إلى شرح حول إجراءات الحصول على الجواز كما اطلع على التجهيزات الحديثة للفرع والأعمال الإنشائية للمرافق المرفقة للمبنى للتوسع في العمل والتمكن من مواجهة الإقبال المتزايد للمواطنين وفي زيارته لفرعي الأحوال المدنية اطلع أيضا على سيل العمل وأداء الفرع وسلاسة الإجراءات وسلامتها في منح كل مواطن يمني يبلغ السن القانوني وثيقة الهوية اليمنية وهي البطاقة الشخصية والسمع من ضباط المصلحة إلى شرح عن الصعوبات والاحتياجات لتطوير الأداء وأكد بأنه سيتم دعم الفرع بكافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل أدائه وتطوير خدماته رفقه في الزيارة عدد من القيادات الأمنية في محافظة مأرب